مرحبا برج السرطان المعروفين بالحنان حناين هم كتير خاصة البنات وحتى الشباب بتلاقي الشب كتير بقولوله ابن امه بس من كتر ما هو يعني حنون على امه وعاطفي هو شخص رومنسي برج السرطان والحلو فيه انه مش بس على صعيد العاطف هو حنون ورومنسي لا كمان بالشغل بتلاقيه كتير ناجح وكتير بحب التجديد وما بيرضى يكون number two ابدا وهذا الشي اللي انا بحذره منه بقوله مش مشكلة انت اكون مع مجموعة ناجحة يعني مع فريق ناجح ما تحاول دايما يا برج السرطان انك تكون number one وإلا يعني خلص الامور صعبة لا كمان لما تكون يا سلام على الوراء ما احلى يا سلام لما تكون مع فريق ناجح متكامل على فكرة بتكون احلى بكتير من نجاح شخص لحاله لانه اللي حواليه بيكون مقصن في العمل بيكونوا عم بتتمنوا النجاح كمان لإلهم فبتصفي في غيره وحقت فدائما نهتم بانك تشتغل مع فريق لانه الناس اللي حواليك يا برج السرطان شو هالورقة الحلو يا برج السرطان اللي حواليك بيفهموك غلط انت ما في بالك ابدا انك تكون افضل من غيرك انت كل اللي في بالك انك تكون شخص كامل شخص عملي بس الرومانسية بتزيد عند برج السرطان هذا اللي بفرق عن الابراج الثانية انه من الناس اللي ناجحين كتير في العمل وكمان محظوظين يعني مش بس شطارة منهم لا كمان هم محظوظين في العمل برج السرطان من اكتر الناس المكافحين اللي بشوفهم هم برج السرطان هم خلينا نحكي هم كوكتيل من كله يعني هيك مجموعة اشياء حلوة مع بعض برج السرطان يعني هم مشففين كتير حساسين بيهتموا كتير بشغلهم بالتفاصيل وهاي مشكلتهم اللي المشكلة التانية عندهم اهتمامهم الكبير بالتفاصيل يعني بيضيعوا كتير بالتفاصيل الامور وبينسوا الموضوع الاساسي اللي لازم يشتغلوا عليه واللي بحييهم برج السرطان فيه شغل كتير فيهم حلوة وهتظهر كتير يعني هاي هاي يعني هو شق في شخصيتهم لكن هيبين كتير بالتلات اشهر الجايين هاي الصفة وهي انه عاملين توازن حلو توازن انه عم بيحاولوا يوازنوا بين العاطفة والشغل والبيت والكذا والامور والحياة الاجتماعية عم بيحاولوا يغيروا شوي من طبيعتهم اللي كتير اه مثالية وبيبحثوا عن الافضل دائما وطبعا انا ما بعرضهم لكن بقولهم كمان في عاطفة عندكم اه في امور تانية اه لازم تهتموا لها اه طبعا خلينا شوي نحكي عن بنت السرطان بنت السرطان بنت رائعة خلينا نحكي اه بشكل عام وحا يعني هتبين انوثتها كتير بالفترة الجاي هتهتم اكتر باللبس بالميكوب بالمظهر اه وكأنه في حدا في بالها لبرج السرطان اه بنت وشب في شخص في بالكم انتو ناويين ترسموا عليه او ما بعرف حابين انو يكون لكم اه انا بقولكم انو هاد الشخص عم بيفكر فيكم بنفس القدر اه وبدو اياكم بدو اياكم لكن هذا الشخص شوي في اه شوية غموط خلينا نحكي اه لكن هو من جواته من جوات قلبه كتير بحبكم وكتير خايف انو يعني ياخد خطوة لانو اه خايف انو انتو ما تتقبلوا في حياتكم اه او انو ينصاب بصدمة من هادا الموضوع فهو خايف شوي لكن حيتجرق في اه شهر خلينا نحكي شهر السبعة حيتجرق ويتقدم لكم بالعرض اللي هو عنده ياه وانا طبعا عم بحكي عن العاطفة اللي حديد هلأ بالنسبة للعمل برج السرطان طبعا يعني ما بده توصايا لانو برج السرطان كتير من الاشخاص اللي بيعرفوا شو بدهم اه اشخاص كتير منظمين اه ما بحكي منظمين انو بالنسبة لاغراض البيت كزا لأ منظمين في تفكيرهم عارفين شو بدهم وهاي الشغلة هتلعب دور بالفترة الجاي لانو هيكون في منافسة كبيرة بالشغل وطبعا مين بيقدر يعني يسمد قدام برج السرطان برج السرطان كتير قوي وكتير ذكي وبيهتم بالتفاصيل وحيكون كتير حكيم بالفترة الجاي وحيكون عنده انتصار مش طبيعي على اه صعيد اه العمل اه اذا العاطفة والعمل اه في امورها يعني في اه اصدفة طريقها للتحسن اه المطلوب من برج السرطان كتالي انو يتغاضى عن شوية تفاصيل مش عاجبيته يا جماعة يا جماعة السرطان مش كل الامور لازم تكون مية بالمية تمانين بالمية منيح في سبيل انو اه اه يعني انا اعمل نجاح ونجاحين والثلاث احسن ما اعمل نجاح واحد مية بالمية لا اعمل ثلاث اربع نجاحات في عملي على سبيل المثال اه لكن بدرجة تمانين سبعين بالمية كذا ما تهتموا بالتفاصيل وتضيعوا موضوع من المواضيع وتنسوا بقية اه الامور او بقية تفاصيل حياتكم اه خليكم بالعموم اه ماشيين على خط اه واحد وهو اللي انتو هلأ ماشيين عليه اذا انتو هلأ بالطريق الصح الامور عم تتحسن تدريجيا وطبعا برج السرطان ما ننسى انو من شهر 11 كان شوية ملبك اه لحد ديت بداية السنة كان في كمان شوية اه تلبك كان عم يبني 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 ويستنى يشوف النتيجة انا ببشرك بقولك بالفترة الجاي بالثلاث اشهر الجايين حتشوف نتائجك كتير حلوة وحتوصل لنقطة من السعادة انو تقول لحالك شو يعني انا في حلم ولا في علم كل الامور تمام حتكون كتير اه مرتاح وكتير اه وهذا الاشي عم بخليك كمان اه تبني امال جديدة يعني انت بالفترة الجاي حتكون الامور تمام التمام اه ما في احلم من هيك اه لكن حتكون طماع وهذا شي حلو حتكون طماع انو بدك تحقق احلام اكبر راح توسع بمجالك العملي اكتر اه اذا انت كنت في شراكة انسيت احكيها على برج السرطان اذا انت كنت في شراكة في العمل بدك تنتبه انو اه تراقب هذا الموضوع بس بدون شك يعني بدون ما تشقيك الطرف الاخر فيك يعني ممكن ما يكون في شي لكن اللي مبين عندي انو في مش انو حدا عم يضغباك لا انو في شخص عم يستغل طيبتك انت ما عم تخسر فلوس بهذا الموضوع الموضوع شوي بعيد عن الفلوس مع انو الشراكة في العمل لكن هو قريب من السمعة بدك تحاول توقف اذا هذا الاشي موجود عندك يعني وقراءة زابطة معك بدك تحاول تنتبه لهذا الشخص لانو عم يبين لك غير ما هو عم يدمر لك من الداخل كمان بدي اياك ما تتشائم بالنسبة لهاي الشراكة لانو اللي مبين عندي انو يعني هي اوكي حت تنفرط هاي الشراكة او ما حتستمر مش هلا بعد شهر او شهر ونص لكن هاد الشي رح يكون في صالحك تماما لانو الشخص اللي كان معاك في هاي الشراكة ما كان اوكي مية بالمية وما كان يدمر لك الخير انا ما عم بقول شراكة يا جماعة الخير كل شي بشكل عام تاخدوه يعني ما تاخدو الكلمة بكلمتها انو انا عم بقول شراكة ما انو انت يعني بس انت وشخص شركاء في مشروع في رأس مال لا الشريك في العمال انه هو زميلك مثلا ممكن يكون زميلك في المكتب في الشغل او انت وياب نفس البوزيشن او مشتركين في شغل لازم تتخلصوه مع بعض في نفس الوقت ناخدين نفس المهمات في الشغل يعني انا بحكي بشكل عام واذا بتتابعوني في الفيديوهات الجاي اكيد حاخصص لكل الابراج يعني اعطي المعنى الاقرب لانو الطاقة هون مبينة عندي لثلاث اشهر بتختلف عن الطاقة الشهرية بتختلف عن الطاقة الاسبوعية لذلك بقول لبرج السرطان انبسط وافرح بس ما تخبر كل شي حلو بيصير معك للي حواليك لانو في كتير ناس حواليك خاصة الشب من برج السرطان في حواليك ناس قريبين جدا منك وعم يغاروا كتير منك لكن ما في خوف ابدا عليك حظك كتير حلو بالفترة الجاي وبتمنى لك ان شاء الله انو القراءة تزبط مع الاغلب اللي عم يشوفوني اذا انتم متواصلين معاي طاقيا فان شاء الله تنطبق على الكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة